تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت اللي لازم تشتركوا فيها الآن اليوم بنتكلم عن باريس سان جيرمان وبنتكلم عن ثلاث محاور وضع ليونيل ميسي باريس سان جيرمان وليش شوي عم بيعاني وليش هايدي المعاناة بالنسبة إلي طبيعية حتى الآن وقمسة عشر ألف خط تحت كلمة حتى الآن والمحور الثاني بوكتينو هل هذا المدرب هو اللازم يكمل ولا لا والمحور الثالث شي لازم يعمل سان جيرمان على أقصى تقدير في نهاية الموسم بنبدأ في المحور الأول ليونيل ميسي ليوم السبت يعني قبل مباريات يوم أمس كان مسجل هدف وصانع ثلاثة وبنفس الوقت في دور الأبطال مسجل ثلاثة ومش من صانع ولا هدف والثلاث أهداف اللي صنعهم بالدور الفرنسي كان صنعهم في مباراة واحدة الرقم غير مرضي ما بنليق بليونيل ميسي بس هنا أنا عندي نقطتين النقطة الأولى إنه ميسي حاليا في الدور الفرنسي ما زال يمر بحالتين مهمات الحال الأولى حالة التعافي النفسي والذهني والتجهيز الذهني والاعتياد على إنه أصبح لاعب في الدور الفرنسي متكلم عن ولد من عمره 13 سنة لليوم ما عرف إلا برشان ونا كمدينة يعيش فيها بالأخير هو بني آدم بيطلع يعيشه وولاده وعيلته وكملاعب يلعب فيه فأنت أخدته عجو آخر تماما هذا الأول ثانيا إنه نفسيا وذهنيا كان جاهز يلعب مع برشلونة قبل ما لابورتا يعمل فيه المقلب الشهير ويروح على باريس سان جرمان هذا الصدمة الأولى بدها وقت ما بتخلص بيومين يعني هذه الحالة إذا مليجي نتكلم الصدمة الاجتماعية تاعت تغيير المدينة وصدمة النادي تماما تغييره بدها شهور هذا الشيء الأول الشيء الثاني اللي أنا هنا بحكي عنه عن ميسي لسه بزاوي الأولى ميسي ببالغ بشكل رهيب إنه يبين إنه أنا مش جاي أكون أسطورتكم ويكون الجوت تاعكم لا لا أنا جاي أكون معكم لعب فريق وظهر هذا بأكثر موقف رفض أخذ رقم عشرة من نيمار شيء الثاني الركل الحورة المباشرة بتتذكروها الشهيرة لما ميسي يتمدد على الأرض عشان يظهر إنه أنا مساعد أكون لعب مع الفريق ميسي حابب الناس ما تشعر إنه جاي هيمن حابب يحس حاله إنه يدخل لأنه إحنا بنعرف ميسي اجتماعيا ميس زي مثلا رونادو ميسي اجتماعيا شوي مع حاله مع الناس اللي تعود عليهم وتربى معهم حتى دائما بيكون أقرب للي بيحكي لغته الإسبانية فهذا يعني ميسي بهذا الطبيعة الاجتماعية تحته عم ببالغي الآن بإنه يبين أنه أنا جماعي ونعلم حتى لكيه بيوم أمس عملت تقرير عن معاناة ميسي واحدة الأسباب اللي قالتها إنه كثير بيبالغ في الثرث الأخير إنه يبين لنيمار وإنبابي أنا جاي ألعب معكم مش جاي أخليكم أني أطلع أكتافكم لا لا جاي نلعب مع بعض فهدي ميسي بيبالغ فيها لأنه أنا عندي القناعة إنه ما عنده خبرة تغيير الأندية وعاش طول حياته على إنه حيختمها ببرشلونة جاهز ذهنيا ونفسيا يختمها هناك هذا الجزء الأول اللي بيخليني أقول أصبر شوي لشهر اثنين خلي نشوف وين حيكون ميسي بشهر اثنين بس في شي ثاني بدعم نظرية شهر اثنين في الموسم الماضي مع برشلونة أول ست مباريات سجل هدف واحد ونذكر سلسلة المباريات اللي بلا أهداف واللي كانت سجل سيء جدا لميسي والناس بلشت تتكلم ياه لو ظلوا ويس واريز مع إنه تكلمنا وكثير ناس تتكلموا لو ميسي بيسجل محتاجوا لويس واريز وفعليا ميسي في الإياب كان مسجل 19 هدف في 19 مباراة يعني معدله التهديفي هدف في المباراة هون أنا عندي قناعة لأن ربما أنا أكبر من ميسي شوي يعني بس بالعمر فعندي قناعة الواحد لما يبلش يكبر بالعمر بتصير سن التعافي تابعه والريكابري تابعه وسرعة انسجامه تابعه في الحياة العملية والمهنية أبطأ أبطأ شوي لأنه بصير عنده اهتمامات أخرى عيلته عمره جسده ما بياخذ بسرعة على الوقت خبرة بتحمي بمواقف لكن بيكون شوي أقل طاقة وأبطأ تفاعلا هذي طبيعة الحياة أو على قولته هو الجسد لا يرحم فهونا النظرية اللي أنا بتكلم فيها أنه ربما ميسي أصبحت بداياته أبطأ من الوضع الطبيعي اللي كنا متعودين عليه أصبحت بداياته هي بطيئة هيك طبيحة وخلونا نصبر مرة ثانية لشهر اثنين ما حدا يقول لي رونالدو لأنه رونالدو بهذه الناحية الإنسجام الاجتماعي ناحية القدرة الذهنية كنا بنعرف أنه رونالدو مختلف هنا عن ليونيل ميسي لكن كرة قدم ومهارة كما أنا بنعرف أنه ليونيل ميسي مختلف عن رونالدو الروعى المحور الثاني بوكتينو هل هو المدرب المناسب لبريس سان جيرمن؟ بوكتينو للعلم الآن بواجه مشكل كبيرة أنه جمعونه صفقات كثير وهذه الصفقات تقريبا ولا واحد منها عم يشتغل بشكل جيد حكيمي أقل من المستوى مع الإنتر ودورتمون فينالدو مش كثير تمام مع أنه لعب جيد في المربول وميسي وراموس هلأ رجع من الإصابة بنتكلم عن الأسماء الأبرز في هذا الفريق مشكلة لما أشوف بوكتينو طبعا أنا بلا حدش أحضر كونبراس سان جيرمن فبحضر الملخصات صراحة ما بحسه عم بحاول شي جديد عشان يصلح المشكلة يعني ما بحسه عم بحاولي يفكر فيه ناس طلعت دافعت عنه خاصة لما ارتبط بيونايتد صار يقولك لا ما هو مستحيل تدرب ميسي ونيمار وإنبابي مع بعض في حين الريكة درب سواريز ونيمار وميسي مع بعض بس خلينا أكون عادل هون كانوا أصغر شوي عمرا ميسي ونيمار لكن أيضا سكولار يدرب رونالدينيو ورونالدو وريفالدو مع بعض وللعلم مش بس هدين واثنين لأن حكيتهم ثلاثيات الهجوميات كثير مرة ثلاثيات هجومية لا تدافع كثيرا وكلهم عشان ينجحوا عملوا تغيير تكتيكي مهم إما بخط الوسط وخط الدفاع فمنعرف مثلا أن البرازيل جابت تأس العالم 2002 بخطة أقرب لخمسة ثلاثة اثنين بس كمان تصرفات بوكتينو في المؤتمرات الصحفية وتوتر بشعرني أنه مستسلم عشان هيك لو هذا الجو فعلا هو اللي بينقله لغرفة الملابس وهذا الجو اللي بينقله للإدارة الأفضل يرحل لكن كموكتينو في بعض المناسبات مع توتنهام رغم أني اليوم اذكرت شغلة أنه كثير اللي صفقات مع توتنهام ما مشت صح مش كل صفقات توتنهام مشت زي ما إحنا متوقعين ربما أشهرها لسلسو وإندنبيلي كانوا لعبية وسط إحنا متوقعين نقول الفريق لقدام لكن ما تقلقوا ما أعطوا اللمسة وكثير صفقات إجت كنا متوقعين منها أحسن في فترته ما أعطت نفس التأثير ربما يكون عنده مشكلة كمدرب لما يكون عنده منظوم ويجيب لعبين من بره ما بعرف هون لكن أهم شي هون إنه يكون النفس اللي بينقله للعبين نفس إيجابي نفس حاوله تتطوره إذا هذا النفس ما وصل أصورة أشوف اللي بيعملوا بالمؤتمر الصحبي بيطلع من المؤتمر لما هو حديس قاله سؤال لا لا لازم يرحل هذا ببساطة الروح النقطة ثالثة سان جيرمن من 2012 ماشي والفريق بتطور إعلاميا وتجاريا ورياضيا وصل نهاية دوري الأبطال لعب نصر نهاية دوري الأبطال دوري معظم السنين بيجيبها بفشل مرة كل أربع سنين تقريبا لكن ما دون ذلك كل شي مسيطر عليها بس في شي مهم بهذا السان جيرمن لو نجي نطلع على التشكيل الموجودة تقريبا فيها كيم بمبي من بريس سان جيرمن الحارس لا اللي عيدت الوسط دفاع كلهم لا الوسط كله لا الهجوم كله لا لاعب واحد من فرنسا إن ولد بفرنسا وتربى بفرنسا لبريس سان جيرمن هذا الجزء الأول للجزء الثاني أنا فهم أنه بريس سان جيرمن مضطر دائما يشتري نجوم لكن بريس سان جيرمن أحسن مكان في العالم يخطف مواهب يعني بريس سان جيرمن هو المكان المناسب اللي يجيب هلند مش دورتمون ليش؟ لأنه أنت بريس سان جيرمن جاي بالدوري جاي بالدوري بتجيب هلند بدل ما تجيب إيكاردي مثلا شخص يعطي الفريق زاوية نظر مختلفة لكرت القدم زاوية نظر مختلفة للتفكير زاوية نظر مختلفة بالصفقات غير الزاوية الحالية اللي هي ممتازة لكن عشان غيرك ما يسبقك وعشان يظلك أبوك واسع أعتقد محتاجين شخص تاني إما معاه أو بداله ليش؟ لأنه فيه كثير أمور أنا كنت متوقع أفضل بكثير من سان جيرمن بخطف المواهب الفرنسية عصغر كنت متوقع أكثر منه بمسألة إنه ياخد راحته بالدوري ويطور المواهب هناك لأنه سان جيرمن حيفوز وما بتكلم تجيب لي لعب أمره 14 سنة وتلعب ولا بتكلم عن 19 و 20 سنة يعني سنتين بتصير خلص صار يشيل فريق بهذه الأيام هذول الثلاث محاور دائما بذكركم تتركوا لاعيك وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله